انت قلت لي انه الاهلي بيبص برا على مهاجم فلسطيني ينفع يتأيد هنا مصري هل الاهلي بيبص على مهاجم مصري كبديل؟ مروان حمدي مروان حمدي مروان حمدي والناس يمكن قلت هنا قبل كده انه ازاي مروان حمدي الحل الوحيد بالنسبة للنادي الاهلي ان مروان حمدي مروان حمدي فيه رقم حطه النادي المصري عشان يتمي فسخ التعاقد مع مروان وبعدين مروان يبقى لعيب حر بعدين ينتقل للنادي الاهلي يعني الأهلي مش هيشتري مروان حمدي من النادي المصري فالرقم اللي محطوط منتكلم في أفرج عشرين مليون جنيه دي قصة كلها لوقف هل الأهلي مش في الإجراءات دي؟ لا الراجل تلقى مكالمة وحيدة مروان تلقى مكالمة وحيدة من النادي الأهلي وكان محدد يوم السبت السبت ده اللي يوم ثلاثة أيام أنه هتلقى مكالمة تانية عشان يعودوا المكالمة دي لم يتلقاه لحد اللحظة اللي بكلمك فيها دي يعني هو المفروض كان فيه مكالمة هتجيله يوم السبت من النادي الأهلي ما جاتلوش وارب بسبب الأعياد وارب بسبب الضغوط مستنين يحسنوا ملف الراجل الفلسطيني يشوفوا الأمور هتمشي إزاي لكن حتى اللحظة دي مروان حمدي في الصورة لكن الأهلي ما خدش أي خطوات فعلية علشان خاطر يخلص الراجل يشوف هيدوله المبلغ إزاي هيتخصم من عقده إزاي هيتحطف عقده إزاي الأمور هتمشي إزاي على الصعيد التعاقدي علشان الراجل يفسخ تعاقده مع النادي المصري وبالتالي ينتقد ليه النادي الأهلي القصة دي مرسومة قدام النادي الأهلي ده السيناريو اللي الأهلي رسمه علشان ياخد مروان حمدي لكن هل بدأ في تنفيذه لأهل لسه بدأش في تنفيذ الكلام ده هل الراجل تلقى اتصال؟ نعم تلقى اتصال لكن المفروض يبقى فيه جلسة خلال الأسبوع الجاري خلال الأسبوع اللي احنا فيه ده علشان مروان حمدي يقعد بالبلدي كده يحط النقط على الحروف يعرف هل أنا هروح النادي الأهلي هل مش هروح هل يبتري يشوف العروض اللي ممكن تبقى جيله بحيث مروان كده كده هو مش في يناير هينتقل لأنه قاعد مجمد مع النادي المصري فهو كده كده هينتقل ومنتظر أنه يجي له أي عرض سواء عارة أو بيع لو النادي الأهلي ما فعلش الصيغة اللي اتقالت لمروان نفسه خلال الفترة اللي فاتت أحمد أمين أفت عرض على كلها حطه في آخر ترتيبه رقم أربعة ليه هو شايف الراجل أنه مروان لعيب أشمل من أفر أشمل أكثر شو من ليه طريقي الكولر لا تحتاج مروان رغم رغم أنه اختيار مودست بالنسبالي ودى لي الطريقة دي في حتة ثانية خالص ليه هو الراجل دايما بيدور على الحاجتين لعيب بيلعب بيلعب راسه كويس لعيب طويل مواجم صريح وبيقدر يشتغل مع المجموعة دي كانت طلباته طول الوقت مودست عنده لأ قليل في حتة إنه بيشتغل مع المجموعة بيشتغل مع السيستم هو مميز جدا جهة 18 في ضربات الرأس اللي هو بالمناسبة مش هقول بس ما بينقصين كده على مباراة السوبر لكن بالمناسبة هو لسه مورناش ده بالمناسبة هو لسه مورناش ده فقفة هو شبيه بالرجل شبيه بمودست لعيب مميز جدا لعيب محطة لعيب قوي جدا فيه القرات الهوائية لكن في النهاية هو الراجل ما قالش عليه لأ ما قالش عليه لأ لكن حطه في آخر الترتيبة يا كريم يعني إحنا قلنا اللعيب الفلسطيني بعدين بعدين ماروان بعدين لعيب أفريقيا تحت السن بعدين أحمد أمين أفا رقم أربعة فإنت لو جيت لو جيت لقيت النادي لأهلي في نهاية المركات حسب معلوماتي حتى اللحظة لن يحدث إنه جاب أو تفاوض على أحمد أمين أفا يعرف إن الأهلي معرفش يخلص رقم واحد ورقم اثنين رقم ثلاثة وراح لرقم أربعة